اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي خلال اسبوع الماضي طلعت على خبر مهم واغلبكم طلع علي اكيد يعني غلب العراقين يمكن ربما قرأوا هذا الخبر او سمعوا به الخبر يقول ان الاتحاد الاوروبي يمدد حضر شركات الطيران العراقية في مجاله الجوي الاتحاد الاوروبي من سنوات طويلة ربما من 20 سنة لان قبلها كان الحصار ممنوع الطيران العراقي فعلى الاقل منذ عام 2003 من سنوات حول الطيران العراقي واتحاد الاوروبي منع او حضر شركات الطيران العراقية في مجاله الجوي فماذا يعني هذا الخبر طبعا عندنا شركتين اساسيتين هن شركة الخضر الجوي العراقي المعروفة وشركة اخرى خاصة تابعة لعمار الحكيم شركة فلاي بغداد يعني انهم عندهم طيارات ويتنافسون ولعبة كبيرة وفلوس الذي يعني هذا الخبر يعني استمرار مو تمديد الحضر لكن هو بسبب استمرار واقع الفساد والخراب في العراق على عكس ما يقولون انه هناك نمو اقتصادي هناك استقرار وانحصار للفساد على العكس تماما شركات او شركة الخضر الجوي العراقية ايضا تخضع للمحاصص الحزبية هذا الحزب الي هذي الشركة وذاقي الحزب الي تشركة فمن ضمنها الخضر الجوي العراقية وقعت في يد احد الأحزاب السلطة وذلك صنفت كأسوأ شركات شركات الطيران في العالم أسوأ شركات الطيران في العالم مع الأسف الشديد هذه الشركة شركة الخطوط الجوية العراقية دعني أقول لمن لا يعرف هذه شركة الخطوط الجوية العراقية تأسست عام 1945 هل يعقل هذا؟ واحدة من أوائل الشركات في المنطقة بالأقليم والشرق الأوسط واحدة من أفضل شركات الطيران من حيث المواعيد من حيث الدقة من حيث الطيران من حيث الشكل من الخدمات كل هذا من حيث المدن والبلدان التي تصلها كانت الخطوط الجوية العراقية كان معطيها شهادات من كل العالم ومفتوحة كل الأجواء أمامها من أكبر خطوط الملاحة الجوية ممنوحة إليها شهادات وهي واحدة من الشركات اليشار إليها بالبنان لم تحصل بها حوادث الشركة مضبوطة مؤمنة وكان كل كل العراقي ينتفخرون به هذا الطائر الأخضر نسبة إلى الطيارة اللي بيها اللون الأخضر شوفوا وصلوها مثل ما وصلوا للعراق وصلوها لأسوأ شركة طيران بالعالم فساد وسوء إدارة وغسيل أموال ورشاوي ومصائب ماكو مصداقية أوقات مختلفة مواعيد غير ثابتة تغيرات بالمواعيد عدم احترام للراكب تقديم خدمات من أسوأ الخدمات يعني هم لا يقدموا خدمات لكن إذا قدموا الشيء فهي أسوأ الخدمات وهذا الحضر حضر شركات الطيران العراقية في مجال الجوية يعني فقط هم يروحون للإمارات يروحون ربما الأردن المصر تركيا يعني كم دولة بسيطة تسمح لهم عداها أن تتروح لهذه الدول ولا تستطيع أن تطلع إلى دول أخرى فتضطر أن تركب طائرة أخرى تستغل يعني شركة طيران نقل أخرى تدفع مبالغ أخرى تكلف إضافية على المسافرين الانتقال لأن يحتاج إلى تغيير شركات الخطوط والنقل عبر مطارات الدول وبالتالي أنت تدفع كلفة وربما تبعج في هذا البلد ربما تكون ترانزيت وتعب وأذية وضياع للجهد وضياع لحقائبك ومصايف تتعرض لكل شيء من أجل فساد هؤلاء وخرابهم وصلوا لشركة لأي مستوى قليل من الدول الطير بيها يعني إمارات هند وإيران باكستان والسعودية سمحت فيها بالأخير ولبنان وسوريا ومصر وربما تركيها إليه إليس أكثر والباقي كل هذه الدول غير مسموحة مثل جواز العراقي يعني جواز العراقي أسوأ جواز بالعالم خطوط جوية العراقية أسوأ خطوط جوية في العالم يعني تعاني هذه الشركة من الفساد الإهمال صراع الأحزاب محاصصات حزبية لأنه هذا صراع على النفوذ والأموال لأن هذه الشركات تجيب أموال ونفوذ طبعا الشركات هذه عليها ديون ضخمة في الرجال العراقية عليها ديون يعني عندما تسمع الأرقام هائلة وسبقوا أن طلبت هذه قروض من دول ومن شركات وما تقدر تدفعها مع الأسف كانت أفضل شركات الطيران العربية وعموم الأقليم إلى أن تتأخر مواعدها لا مبالاة إهمال صيانة خدمات غير موجودة ضعيفة جدا وكل هذا هذه الخطوط الجوية التي كانت واحدة من أكبر خطوط الجوية في العالم العربي وفي الأقليم وواحدة من أفضلهم من أكثرهم أمانا وانضباطا والتي تأسست عام 1945 وصل حالها إلى هذا المنحدر مع الأسف الشديد أوصلوها لهذا المنحدر هذا كل جزء هذا يعطي صورة يعني لماذا تحدثنا عن هذا الخبر وماذا يعنيه لأنه هذا يعطي صورة عن باقي المؤسسات هذه صورة واضحة لطبيعة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق من يتحدث كذبا أن العراق تطور أن العراق ينهض أن العراق معرف منه كذبة كبيرة والله كذبة كبيرة وهذا ليس الدعاء لا على حكومة ولا على أحزاب ولا أنه علاقة ولا محزنون من البداية نقول أن العملية السياسية لم تأتي بالخير للعراق جاءت بالمحاصصات والخراب والدمار والفاسدين والسراق وعشرين سنة أثبتت هذا الحال وهذه الصورة البسيطة عن شركة الطيران العراقية أو الخطوط الجوية العراقية اللي هي شركة فلاي بغداد وشركة الخطوط الجوية العراقية هي شركة تابعة العمار الحكيم مين جابها ما أدري مين اللي فلوس هذه أم ما أعرف هل سيطلع يقول احنا شنا مليونيارية من يومنا الله أعلم المهم فليستولون على بيوت الدولة طبيعي صيرتهم طائرات وصيرتهم لكل شي فالمهم هؤلاء محظور عليهم الطيران الأجواء الأوروبية في مجال الجو الأوروبي في كل العالم دول قليلة توصل وبالتالي أوصلوا هذه شركة الخطوط الجوية العراقية اللي كان يتباه بها العراق واحدة من الصورة الجميلة من الصورة العراق الجميل وصلوها إلى هذا المستوى تعكس صورة العراق لو كان العراق به نهوض وأصلاح وقوة ومتانة لما كانت خطوط الجوية بهذا الشكل لكن هذه جزء من كل الخراب والدمار الذي يعمل بالعراق مع الأسف الشديد لذلك هذه الشركة تعطي صورة هذا وضعها يعطي صورة عن وضع العراق بشكل عام وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد اتهى ترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة